طيب يعني بيقولولي ليفربول لعب ثلاث مرات على أرض روما اتعادل مرتين وكسب مرة يعني لم يخسر في تاريخه أمام روما وما تقررش انتوا إن شاء الله ما يخسرش بكرة لأنها مباراة صعبة جدا من وجهة نظري يعني مباراة كل الناس بتأمل في الريمون تادا أو العودة مرة أخرى زي ما عملوا أمام برشلونة والناس متخوفة كان زمانة داتي حاطين في بطننا بطيخة صيفي لو كان المباراة انتهت 5-0 يعني كان خلاص الموضوع تحصيل حاصل لكن دلوقتي الوضع اختلف شوية لكن إن شاء الله محمد صلاح يكون قادر إنه يجيب هدف بكرة عشان يعلي أهدافه في دوري أبطال أوروبا ويسبق في المينيو ويعني خلاص يعني يعمل إنجاز جديد وأهداف جديدة في موسم واحد يصل لـ 44 هدف بكرة إن شاء الله أو 45 كما نجيب جنيني بحاجة رائع يعني مش بعيد على نجمنا الكبير محمد صلاح خصوصا كمان إن خلاص الطيارة خلاص هي تغير الدزاين بتاعها تماما وخلاص خلال أيام هي شكل الطيارة بتاعة منتخب مصر هتختلف نوعا ما طيب نروح لـ مدافع الزمالك إسلام جمال تم استبعاده من مطش بكرة فكاتب تويتايا قال العدل أساس الملك من وجهة نظري من وجهة نظري يعني الفاسبوك والحاجات دي يا جماعة مش كويسة يعني أنا مع إسلام جمال طبعا قد يكون هو بيتمرن كويس جدا مش دايما يا جماعة بيبقى فيه يعني ظلم في اختيار اللعبية أنا ممكن يكون عندي إسلام جمال ومحمد عبغاني الاتنين بتمرنه عشر على عشر والاتنين هلعبوا محمود علاء ووينش فهو عليني يختار واحد فبيختار محمد عبغاني ممكن لأنه بيلعب مثلا باكرايت مثلا وحازمي ما مش موجود فمحمد عبغاني ممكن يلعب باكرايت فبيبقى فيه لها شكل لكن إما حط تويتاي زي دي أنا كده مش بحبي فرقتي أنا آسف بقول لإسلام جمال قد أكون أنا شاعر بالظلم وشايف إن الفريق المنافس خرج من البطولة اللي هو الأقوى النادي الأهلي وأنا لسه كذباني الأهلي وهو كان على الدكا في ماتش الأهلي إسلام جمال بس من المفترض أن أنا أكون داعم لفرقتي ما نزلش تويتاي الناس تقعد تاخدها بقى بمئة ألف شكل ولون يعني طيب